تصعيد مستمر تشهده البحرين حيث ارتفعت حدة الاحتجاجات الشعبية والاعتصامات المفتوحة في وقت لم تنفق سلطات تلجأ الى القمع كوسيلة للرد عليه الالاف بدأوا اعتصالا مفتوحا في بلدة المقشع لمدة اسبوع في وقت اعلنت وزارة الداخلية البحرينية على صفحات بتيوتر عن اصابة اربعة رجال امن واحتراق سيارات دورية امنية في ستر جراء اشتباكات مع الثوار الحقائق التي يحاول النظام البحرين تمسها لن تكون قابلة للاخفاء في ظل اجماع المنظمات الدولية على حصول انتهاكات اقل ما يقال عنها بالفضيعة طوال عام مضى حيث حثت مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان في بلاي البحرين على تنفيذ توصيات لجنة تقص الحقائق والتي ما زالت تعاني من نواقص مبينة ان المفوضية ما زالت في نقاش مع السلطات البحرينية لتحديد الشروط لاشراك المفوضية في متابعة الوضع الحقوقي في البحرين بلاي اشارت الى ان البحرين لم تفرج عن المعتقلين الذين احتجزوا بسبب الاحتجاجات السلمية ولم تحدد المسئولية بالنسبة لكبار المسئولين الذين ارتكبوا الانتهاكات مشهددة على ان البحرين تحتاج الى تحقيق سليم لمحاسبة المسئولين عن تلك الانتهاكات وتحديد العقبات التي تمنع مسائلتهم اما داخليا فلم تزال مدينة سترة تشهد اضطرابات واسعة اثر استمرار الاعتصام الجماهيري والمناوشات حيث اقدم عدد كبير من الثوار على شن هجمات بالزجاجات الحارقة المورتولوف على العربات التابعة للقوات الامنية ما اسفر عن احراق احدها بالكامل واصابة اربعة من رجال الامن وقال مصدر من سترة ان هناك استنفار امني مشدد حيث تواجدت اكثر من اربعين مركبة خلف البنك الاهلي ومركبات الدفاع المدني وسيارتين اسعاف تابعتين للداخلية وتم نصب نقاط التفتيش على كافة المداخل وتوقف السيارات على طول شارع الشهيد علي المؤمن لمنع اي مركبات من الدخول